موسيقى السلام ابنات نتمنى تكونوا على خير و بخير اليوم سوف نقدم لكم واحد خبيزات صغار زوينين بزاف خليكم معي بشتشوفوا الطريقة لهاد الخبيزات سوف نحتاج الدقيق دقيق كامل مئتين و خمسين جرام او لا كيف يمكنكم دقيق الفرص تخلطوها مع النخالة النخالة اللي في المانيا سوف تجدوها في غوثمان كيف يمكنكم تجدوها في غوثمان سوف نحتاج كفاك ميغا كفاك هذا بيو يمكنكم دقيق ميغا كفاك سوف تجدوه في جميع السوبر مغشي البيضاء سوف نحتاج بيضاء خمارة او نصف خمارة السوبر ملح وزيت الزيت زين او شوفان نضيف بيضاء و زيت الزيتون نضيف بيضاء و زيت الزيتون نضيف دقيق نضيف دقيق و دقيق نضيف دقيق نضيف خمارة أو صاشية نضيف مرة أخرى نشوف الخليط واللمون ساجم الى هذا المقادر يعني جمعت لكم الدقيق يعني ما تزيدوا لماء لتشي حاجة لاشتو العجين ما ما تجمع لكم شي زيدوا يعني بعض القطارات دي الماء ولا بعض المعالق دي الماء باش هكذا العجينة دي المجموعة غالبا ما غادي تحتاجوا تزيدوا حتى شوية دي الماء بعد غادي نرش سطح العمال بالدقيق وغادي نجب هدك العجين وغادي نحاول نجمعوه يعني بأطرف الاصابع وغادي نديرو على شكل طولي يعني بعلى شكل باقيطة على شكل طولي وغادي ناخد شي حاجة باش غادي نقطع العجين يمكن لكم تاخدوه سكين ولا بحال هاد هاد البلاستيك هدي اللي خاصة بالحلوية غادي نقطع قطع قطع متساوية وتو ما تحكمو في الحجم اللي بغيتو من بعد غادي ناخد كل قطعة ونحاول نقضها يعني بليادين ديالي إلا كونت بغيها بشكل دائري وإلا كونت بغيها تبقى على شكل طولي غادي نحاول نخليها بهات الشكل هدا كيف ما كيبالكم في الصورة النص درتو على شكل دائري والنص خليتو على شكل طولي كان نضع يعني نوضع لهم واحد المينديل ونحطوه في مكان اللي هو دافئ ونخليهم هك تحت كيخمروا واحد شوية من بعد باش كيخمروا نجيب واحد الشيطة وندهنهم فقط بشوية ديال الماء باش هكذا كيجوا بحمرين وكي يقدر ذاك شيلة غادي نزيين به يلصق عليهم الفوق وما كيبقى شيت فرتس غادي ناخد شوية ديال الشوفان ونزيين هاد الخبيزات هادو هاد البغوتشن وغادي ناخد كذلك زرعة الكتان وغادي نزيين بهم يعني هكا باش يجيبني جوش تشكيلة مختلفة يمكنكم ديروا اي زرعة عندكم ولا زنجلان ولا البافون ولا اي حاجة عندكم توفرة وغادي ندخل هالفران اللي سخنته مسبقا على مئتين دراجة سوف نخليهم من كي يتحمروا من الفوق ومن التحت كدير نخرجهم موسيقى البروتشن ديالي ولا الخبيزات جاوب هاد شكل هاد جوش شكلات مختلفين واحده بزرعة الكتان واحده بالشوفان صدقوني البنات هاد الوصفة هادية و هاد الطريقة ديال الخبيزة و هاد البغوتشن كتجي رائعة يمكن لكم توجدوها يعني وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور ويمكن لكم توجدوها في الويكان و في القوتة ولا يلاجعون لكم هكا ضيوف خبيزة اللي كي يجيوزوين ورائعين والاهم من هذا هو انهم صحيين مئة بالمئة لان فيهم فقط الدقيق الكامل كونما كتعرفوا الدقيق الكامل يعني صحي بزاف كنتمنى هاد الفكرة تكون عجباتكم البنات كندرب لكم موعيد فيديو قادم ان شاء الله فكرة جديدة وموضوع جديد كنقلكم تبقوا على خير وباسلام عليكم وما تنساش طبيعة الحال لايك والشيرك لكم اول مرة تشوفوا القناة وتبقى تجيو مع الاهل والاحباب ديالكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر